الصادق يقول كما يحدثنا أبو الصامت إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن أبو الصامت يسأل الإمام الصادق قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك إذا كان الملائكة المقربون لا يحتملون حديثكم والأنبياء المرسلون لا يحتملون حديثكم والمؤمنون الذين امتحنت قلوبهم لا يحتملون حديثكم فمن يحتمله جعلت في ذاك قال من شئنا يا أبو الصامت هذا عمر راجع إلينا من شئنا إذا أردنا أن نختار من الملائكة المقربون لهذه المرتبة سنختار إذا أردنا أن نختار من الأنبياء المرسلين سنختار إذا أردنا أن نختار من المؤمنين الممتحنين سنختار ومن هنا فإن شهداء الطفوف لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين الأنبياء المرسلين أولاك لهم شأن آخر ليس لذواتهم لا لأن الحسين اختارهم القضية حسينية وليست لذواتهم لا قيمة لهم لا قيمة لهم حتى بعد استشهادهم قيمتهم حسينية لأن الحسين اختارهم منبع القيمة من هناك من مصدر القيمة والتخييم من حسين صلوات الله وسلامه عليه وإلا فإن الأمر إذا كان عائداً إليهم فلا قيمة لهم إنهم من عامة الشيعة من عامة الناس الحسين هو الذي اختارهم والحسين هو الذي وفقهم فالقيمة من حسين من حسين ومن حسين فقط صلوات الله وسلامه عليه ترجمة نانسي قنقر